حزب النهضة كيف كيف هو حزب من الأحزاب أما يطور روحه ويعطي نفسه لبس جديد وآليات جديدة هو تطور بالنسبة للمكان عليه لكن ما تطورش بشكل كافي اليوم المرحلة الداخلية مرحلة كبيرة تعرف اللي احنا الآن بيصدد تأسيس لعشرين سنة القدام ولذلك الحزب اللي حبي يعيش بعد عشرين سنة هو الحزب اللي بيشي يأخذ الآليات جديدة وفكار جديدة وخاصة وخاصة الإطارات الكبيرة اللي خرجتها تونس واللي هي الآن تعيش على هامش السياسة لأنك تعرف الانطباع اللي موجود الآن عن جل الناس بعد التسعة سنوات من المباشرة هو أن السياسة خامجة وبرشم المسؤولين اللي كان مفروض يكونوا مسؤولين في البلاد متكين قاعدين في ديارهم ويشبوا في القاوي في التراكن ويقولوا أنا ما انتخلش في السياسة ولا وقتلي يتكلم معاك يقولك اسمع أنا رأي نعمل كذا آه ما نيشب الحزب أنا ما نيشب الحزب تقول أنت نظره من بعيد بس يا عبد الفتاح لكن حركة النهضة اليوم من أكثر الحزب اللي خسرت عددتها أنصار في وقت وجيز طبيعا نقولك عليها لأنها مارسة الحكم واليزير دي بوفار مالا شنية اللي مارس الحكم يخسر تقريبا ثلثين يخسر مالأنت كيف تجوف شيرشل وما أدرك وين سنت شيرشل وما أدرك الذي أنقذ بريطانيا في الحرب العالمية الثانية تقدم في عام 1952 اللي انتخابات طاح ما نجحش كيف تشوف هلموتش ميت اللي واحد ألمانيا واللي هو أكبر شخصية بعد أديناور واحد ألمانيا يقدم انتخابات ويطيح كيف تقوله مش لنفس الأسباب روياسي عبد الفتاح لا لا مش لنفس الأسباب شنية أنا قلت لك اللي مارس الحكم يخسر شعبيته يخسر شعبيته علاش لأن الناس تعلق به آمال كبيرة أكثر من اليجم ينفذوا ترجمة نانسي قنقر